اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الكتب التي كانت تبشر بقدوم الثورة سواء كانت أعمال إبداعية أو كانت أعمال تقف البين بين يعني بين الإبداع بين القصة والرواية وبين المقالة مثلاً أو النص السردي أو أحياناً يروق للبعض أن يسميها نوع أدبي جديد الكتب التي كانت قبل الثورة يمكن أشهرها الكتب الساخرة زي سائق تاكسي وزي مذكرات شارب مش عارف حاجات كده يعني وزي كعب عالي وزي مصر دي مش أمي هذه النصوص جميعاً كانت تعبر عن روح من الإحباط الشديدة جداً للشباب وروح من الشعور باقتراب الانفجار يمكن آخرها كان الرواية بتاعة محمد سلموي على جناح فراشة إلى حد ما بترسم مشهد ثورة وإن كان نهاية الثورة في رواية على جناح فراشة ما كانش زي نهاية الثورة كما حدثت في ميدان التحرير منها أيضاً رواية لزين عبدالهادي اسمها أسد أصر النيل بتنتهي مع بداية الثورة كشاهد داعيان لما حدثت في ميدان التحرير؟ يعني نقدر نقول إن هذه النصوص كانت تتنبأ بقدوم ثورة بس ما كانتش تقدر تقول إمتى لأن ما حدش أنا ضد فكرة اللي يقولك أنا كنت واثق إن الثورة حتطلع إمتى ما حدش شئ بالقول لك إحنا نفسنا اللي كنا واقفين ما كناش واثقين من هذا الكلام على آية حال هناك كتب كانت تتحدث عن حالة من الضيق حالة من الاختناق حالة من التوتر حالة من الغلايان حالة من الشعور باللم وبلاء منها كتب متعددة جداً زي الأسماء اللي أنا قلتها دي كانت تبشر بقدوم الثورة فيه كتب بدأت تكتب مع الثورة زي مثلاً أحمد زغلول الشياطي لما عمل الرواية بتاعته على بعد مئة خطوة من ميدان التحرير لأنه أحمد زغلول يسكن قريباً من ميدان التحرير بالفعل فكان بيرصد عن قرب منها كتابات عمار علي حسن اللي صدرت في كتاب أيضاً عقب الثورة مش عارف كتاب معايا أو لا أتذكر لأن عمار علي حسن أيضاً يسكن في شرع القصر العيني فهو بالقرب من ميدان التحرير فإلى حد ما كل الأحداث والفعاليات قريبة منه يوم بيوم ولحظة بلحظة هناك أعمال أخرى صادرت أيضاً في أثناء الثورة متنوعة بين الإبداع بين المقالة منها كتاب أيمن بكر مقدمات الثورة المصطرية ده موجود معنا ده في السياسة والإعلام والفن ده مجموعة من المقالات تتحدث عن مع أنه كتب في فترة الثورة تتحدث عن محالة لما حاجة بتقول في فترة الثورة بتتكلم قبل يعني 11 فبراير صح؟ 18 يوم باتكلم بقى عن منذ 25 يناير لغاية منذ 28 يناير لأن إحنا محسناش ما أوقناش إن فيه ثورة إلا يوم 28 يناير لغاية إمتى؟ ما حاجة بتقول أثناء الثورة ده مقصود بيها إلغاية إمتى؟ الثورة مستمرة هي الثورة مستمرة من عشان كده مهتم بس أعرف إنه أثناء الثورة نقدر نقول الجولة الأولى الجولة الأولى حتى بدء المحاكمات بعد انتهاء شهر كامل بعد مرور شهرين كاملين من 25 يناير هي الفترة دي اللي إحنا بنسميها ويروقوا لنا أن نسميها دي المرحلة الأولى من الثورة المرحلة الثانية كانت قريب اللغة بتاعتنا بس ونوصل لغاية فيه والمرحلة الثالثة هتيجي إن شاء الله يوم 25 يناير اللي جاي حتك متوقع لا أنا أعتقد أن 25 يناير هتبقى بروباجندا لأن كل الناس واخدة بالها من الموضوع إنما الثورة الحقيقة هتيجي بعد 25 يناير يومين كده ولا حاجة؟ مي بي أنا مقدرش يتنبع عشان ما حدش يقول أن الثورة يمكن هو يعني يمكن مفضل مي بي تمام المهم الكتابات اللي كانت بتحاول ترصد للثورة تنوعت بين الإبداعي وبين الشعري والقصصي والروائي والمقالي أيضا يمكن في منها الرواية 25 يناير صنعة في مصر لثورة الغضب أتذكر مراد ماهر منها بعض الكتابات الإبداعية زي الحكم للميدان مثلا ديوان لحمد سراج بيتكلم فيه عن فكرة المرحلة التي يعني الأغاني التي كانت تقال في الميدان والجمل الشهيرة التي قيلت في هذه المرحلة منها بقى شيء مهم جدا بعض المؤتمرات التي عقدت بعد أو عقب الثورة مباشرة وهذه المؤتمرات الغريب فيها هذه المرة أنها مؤتمرات تنتمي إلى هيئات حكومية مصرية زي الهيئة العامة لأصور الثقافة والهيئة العامة للكتاب ويمكن أكثر حد كان متابع لهذه الحركة الهيئة العامة لأصور الثقافة الهيئة العامة لأصور الثقافة عملت إيه؟ الهيئة العامة تركبتها تركيبها بعض الشيء غريب هي بتعمل في كل المحافظات المصرية وكل الأقاليم الثقافية في إقليم سيناء في إقليم غرب القاهرة في إقليم القاهرة الكبرى في إقليم الصعيد سنويا كل إقليم من هذه الأقليم بيعمل مؤتمر ثلاث يام وفي حاجة اسمها نوادي أدب بتعمل مؤتمر يومي تقريبا كل المؤتمرات كانت حول الثورة والنصوص التي كتبت في الثورة واختتمت بمؤتمر أدباء مصر نفسه اللي عقد في 28 ديسمبر الماضي وكان على بعد خطوات من هنا أيضا كان بعنوان سقوط نص الاستبداد يعني بتكلم عن الثورة وعن مفاهيم الثورة الأدبية والمفاهيم الثقافية المتعلقة بالثورة وكيف أن نص الاستبداد بدأ يسقط وبدأ يسقط معه أيضا كثير من القيم وهي آه هي اسمها قيم لأن القيم كلمة تقال على السلب والإيجابي كثير من القيم والأسس التي كانت قد أرسيت عبر السنوات الماضية في الثقافة من يعني الإعلاء من قيمة التافهين على حساب الحقيقيين من الاهتمام بالمتن دون الاهتمام بالهامش من التركيز على العاصمة دون التركيز على الأقليم الثقافية من التدخل في مسألة توزيع الجوائز والمجاملات التي كانت تتم فيها كل دي كانت عناصر أرسية بفعل الاستبداد الذي كان سابقا على الثورة وكل ده بدأ يتكسر ويتهشم الآن بعد سقوط هذا النص الاستبداد أه بس هتوقف هنا ثانية واحدة وهو أنه بس في قيم أخرى ممكن تبقى جاية بقى في الفترة اللي جاني كل لسا بنتكلم مع أستاذ عوحب بالشيء وإحنا مهم أن نبني قيم لا لا أنا هستخدم لفظ حضرتك وأن القيم بتقال على السلبي والإيجابي وأنا سبح لك تقيمها إذا كان سلبي أو إيجابي بس أنا بتكلم عنه أنه سيبقى في نوع آخر من الرقابة على الكتب وعلى الثقافة وعلى الإبداع بس بشكل مختلف بقيم مختلفة والله أقول لحضرتك أنا لا أختلف على هذه المسألة أنا دائما أدعو إلى وجود قيم وأسس نحتاكم إليه بس بشارت تكون هناك أسس واضحة أحتاكم إليها أنا وأنت هدى حضرتك مثال بسيط جدا لما أنا أتقدم أو أنت تتقدمي يمكن أنا ما عنديش صعوبة في ده لما حضرتك تتقدمي إلى هيئة من الهيئات الحكومية التي تهتم بنشر الكتب والأعمال الإبداعية في مصر وكتابك ترفض وما تعرفيش ترفض ليه في حين أنك تجد كتاب أقل شأنا مقبوله ومطبوعه ومحتفى به في السوق عدم موجود معيار واضح وظاهر لازم يؤدي إلى حلمنا الخلل إنه معرفة لو فيه معيار واضح أنا موافق معاك على أن يقبل كتابي ويرفض كتابك أو العكس ما فيش أي مشكلة بس حالك نقد أدبي حالك تقبل أنه يبقى هذا المعيار زي ما كنا زي مرة تانية يكون مكلمة أستاذ عاطف بشيء دلوقتي على السينما هل حيك تقبل أن هذا المعيار يبقى معيار ديني معيار العلاقة بقيم الدينية بشكل عام ولا حيك شايف أنه الفن أو الأدب فيه مساحة من الإبداع مختلفة أقول لك على حاجة غريبة جدا يجب أن يعلمها الشعب المصر كله في حد فقيه كان في التراث العربي اسمه القاضي الجرجاني القاضي الجرجاني ده كان قريب من عبد القاهر الجرجاني في المرحلة العمرية فقيه قال جملة شهيرة جدا قال إنه لا دخل للدين بالفن أمسا مين بيسمع بقى ومين بيمشي ورقى هذه الجملة هي جملة ليست علمانية ده إلاها رجل فقيه سأحيل الذين يتحدثون عن الدين ومحاولة إدخاله إلى الفن سأحيلهم إلى الكتابات التي وضعها السيوطي والتيفاشي وجلال الدين الرومي حول علاقة الفن بالدين سأحيلهم إلى ابن حزم في كتبه عن الموسيقى وكتباته عن الموسيقى سأحيلهم إلى موقف الرسول والصحابة أنفسهم من الاستماع إلى الشعر والفن وتحكيمهم للفن على أساس الفن وليس على أساس الدين مسألة إخضاع الفن للدين مسألة ستعود بنا إلى الوراء كثيرا جدا جدا لأن الفن يتحلل ويتحرر من محاولة القيود التي تسيطر على الأفكار نحن لا ندعوش لانحراف أو لانحلال لكن نقول لا ينفع نحكم معيار الدين على الفن كان سؤال عيبر ومعيش حلقة موضوعنا عيدا رجع تاني لكتب الهنسمية كتب الثورة المصرية نقدر نسمع كتب الثورة المصرية إيه الأليات اللي بيتم الموافق عليها؟ هل أنا بروح لدار النشر؟ فدار النشر بيوافق؟ فدين تبعث لدار الكتب بيوافقه؟ ولا ده ببقى شيء داخلي بين الشخص وبين دار النشر؟ هقول لي حضرتك في السنوات الأخيرة اللي هي قبل الثورة لما بدأت المؤسسات الحكومية التي تعمل في مجال النشر غير قادرة على نشر كل الأعمال الإبداعية للمؤلفين نتيجة اللي شيء مهم إن الزائقة اختلفت الزائقة اختلفت زي الشباب بيكتب وعي مختلف والقائمين على الأمر في المؤسسات الثقافية كبار السن وشايفين إن دي مش أعمال إبداعية بالمرة فمصنفينها إنها بر الموضوع خالص في هذه المرحلة لجأ الكتاب إلى دور النشر الخاصة وبدأت في المرحلة دي أيضا تفتتح دور النشر بالمئات والآلاف في مصر وخارج في القاهرة وخارج القاهرة فما بقاش فيه معيار يحتكم إليه في الحكم في طباعة هذه الأعمال من عدمه وده أصبح سائد الآن وده واقع على فكرة يجب أن نتعامل معه إن الآن أي حد يكتب أي حاجة لديه القدرة على إنه يطبح وده مش ده يعني يعطي الأدب أو الفن بشكل عام الفن المكتوب يعني برضو مساحة أكتر يعني معنى إنه كلما الحاجات كترت الوحش فيها هيقع والخويس هيكمل بس بيدها شاشة يعني عارفة لما يكون فيه احتكام إلى مثلا اللجان استشارية زي ما بتعمل دور النشر المحترمة إنه عندها لجان استشارية للنظر في هذه الأعمال المقدمة إنها تصلح أو لا تصلح إنما مسألة فتح الباب على مصرعيه لطباعة أي كلام يتلمف ورق بين غلاف ده كلام مش صحيح لأنه ده أدى إلى تغييب وتزييف وعي في المرحلة الأخيرة وأدى إلى تصنفنا خارج مصر على إن إحنا ما بقاش لنا في الشعر وما بقاش لنا في الكتابة المقالية وكلام من هذا القبيل ليه؟ لأن لما تطلع مدونة مثلا وتطبع وتتعمل مسلسل فده تحكم في زائقة الجمهور ده فاهم الناس إنه هو ده الأدب وده فعجيل بأكمله من الشباب إلى أن يحاول تقليد هذه الكتابة لأنه هو ده اللي بينجح اليوم من دول عمزة الأغنية الهابطة بس هي الفكرة برضو حاجة ما إحنا ده بقول هو ده بيطلع من الواقع ولا هو اللي بيخلق واقع مختلف لو أطلع من العكاس اللغة مختلفة ولغة الشباب مختلفة والحياة مختلفة ومصطلحات مختلفة ومين قال إن الشباب ما بيكتبش كتابة جادة وجيدة ووعية وجميلة يكتب كتابة جادة وجيدة بس ممكن حضرتك كأستاذ نقد أدى بيتبقى شايفها أقل يعني تحديدا على مستوى بردان حاجة جبت سيرة المدونات يعني فالمدونات لا طبعا هي مساحة تعلمة مساحة فكرة أعتقد إن في هذا المكان أيضا أنا تذكرت الآن إن من حوالي أكثر من عام ونصف كان تصنيف المسألة إن المانع إن إحنا نقبل المدونات على أنها نوع أدبي جديد مش على أنها رواية ولا قصة أنا مش رفضها بس تصنف في مكانها هو ده السؤال إنما ما بقاش هي دي الرواية اللي تتعمل فيلم وتتعمل المصرحية وتتعمل المسلسل ومشارك بالمسابقة العالمية مفهوم طبعا ما ينفعش وما تبقاش هي دو صورتنا بر مصر طيب على مستوى النقدي بقى حضرتك بتقايم بشكل عام السنة اللي فاتت دي على مستوى الأدب أو مستوى الكتب إذا كانت شاعر الأعمال المتعلقة بالثورة غير متعلقة لا أريد كنا معامل متعلقة بالثورة أنا شايف إن الكتب التي يجب أن تكتب عن الثورة المصرية لم تكتب بعد ليس تقليلا من شأن ما كتب إنما أنا أذكر إن أجيب محفوظ لما حصلت ثورة 23 يوليو 52 توقف عن الكتابة حتى الثاني الثمانية وخمسين ست سنوات كاملة لم يستطع إن أجيب محفوظ أن يكتب كلمة واحدة لأنه كان يحاول استيعاب المشهد كان بيحاول يفهم الموضوع أنا نفسي هو مش حضرتك بتقولي نقض أدبي وأستاذ جميعه أنا لسه مش قادر أفهم المشهد اللي حواليه ماشي إزاي وبالتالي لا أستطيع كتابته مش بالضرورة بحية كانتك فهم تفصيلي بس قادر تعبر عن وجهة نظر الكتابة الإبداعية وعيي والوعي يكون ناتج عن فلسفة والفلسفة لا تكون ناتجة إلا عن تنظيم الأشياء في العقل نحن لم نستطع حتى الآن أن ننظم الأشياء في العقل هذه الكتابات جيدة لمرحلتها أما الكتابات التي ستعبر عن روح وحقيقة الثورة المصرية لم تأتي بعد هذه الكتابات متميزة لأنها يكفيها فقط فخرا أنها رصدت للقطات من الثورة سوف تضيع بعد أيام قليلة بحكم أن الزاكرة الإنسانية تنسى بسرعة وبحكم أيضا أن المشهد مليء بألاف التفاصيل التي سيتوهي الكثير منها في المرحلة المستقبلية كون أن في كتب تطلع حتى هذه المرحلة تسجل للحظات أو لجوانب أو لنمنامات من المشهد في ميدان التحرير أو في الميدان الأخرى فلا لسه كتير وبعدين لحظة أن الكل اللي كتب حتى لأنه مرتبط بالقاهرة لسه ما كتبش عن بيدان إبراهيم باشا في الإسماعيلية لسه ما كتبش عن بيدان الحرية في الإسماعيلية ميدان إبراهيم باشا في إسكندرية ميدان الحرية في الإسماعيلية ميدان الأربعين في السويس عن المدن الأخرى في المنصورة وفي دوميات وفي سعيد مصر وعن المدن اللي لم الثورة مصلت لهاش أصلا برضو مثلا لسه أيضا فيه أسرار كثيرة مخفية في الثورة هتتكشف وهتتكتب وهتتصنف إبداعيا لسه فيه روايات هتتعمل لأن حتى الكتاب اللي اتعملت اتعملت بعاطفها أحلى من العقل فالعاطفة هيمنت على أني الكتابة الإبداعية تطلع محملة باللغة المشحونة بمحاولة رصد مشهد بنوع من زي واحد بيبكي إنما لسه بدخلت في الأهنية الحقيقية بس كمان ممكن نتوقع أنه أنا مليش طوام في الأذب يعني خالد بس هل ممكن نتوقع نلاقي حاجة زي إبداعية زي يعني كمان مش قصدي التارية ولا حاجة بس الحب في مدان التحرير أو الحب في زمن الثورة على ضرار الحب في زمن الكولرا يعني هنلاقي حالة وموجودة وعميقة أقول لي حدرتك لسه كتير جدا شوف إن أجيب محفوظ مثلا أنا عايز أقول لي عشان نعمل ده مش محتاجين سنين يعني لا لا إطلاقا يعني بس شوف إن أجيب محفوظ مثلا لما كتب عن الثورة مصر كتبها إزاي كتبها في سيهاق مشاهد ما دخلش على الثورة مباشرة يعني في قشتومور مثلا لما يتكلم عن الأصحاب اللي تجمعوا فيه على القهوة وقعدوا سبعين سنة ويروح من خلال ده جاي براصد المشهد في زوراته كلها مش ثورة 52 فقط لغاية السادات لغاية يعني لما يوصل لمراحل عميقة من التاريخ مراحل قريبة مننا فكلام حضرتك ما فيش مانا فيني ممكن يحدث واللاقي رصد للمشهد مش بالضرورة من خلال الثورة والقتل إنما ممكن طب ما فيه عندك رواية ظريفة جدا صدرت الفتر الفاتت اسمها أجندة سيد الأهل دي بتتكلم عن بلطجي من اللي كان في الثورة المضادة مش الثورة اللي هي وده حاجة عبقرية جدا وهو مات وما بقوش عارفين هو مينه ويومياته هي التي كشفت عن المشهد يعني عايزة أقول لسه العقلية الإبداعية المصرية قادرة على أن تنتج آلاف 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 الكتب والأعمال الإبداعية والمقالات والكتابات وهذه أنواع كمان جديدة من الأدب وحنجد أشياء جديدة من الأدب وعلى فكر قيم الأدب هتتغير ومفاهيم الأدب هتتغير بعد الثورة لأن هنلاحظ مثلا إن عادت الذائقة مرة أخرى إلى الإيقاعية العالية الرنانة بعدما كانت الذائقة متجهة لقصيدة النثر مثلا هتبقى قصيدة النثر بس هترجع تاني القصيدة العمودية تكتب من جديد وهيرجع تاني الأدب يقر قيم كان قد تخلى عنها سابقا دكتور محمود الضبع شكرا جزيلا على جودك معنا النهاردة أستاذ النقد الأدبي بجامعة قناة سويس شكرا لحضر خلصت حلقتنا النهاردة وبكرة هيكون عندنا حلقة جديدة ويا رب نهاية أسبوع سعيدة على كل الناس وفي حالة ترقب كلنا وأكيد إن شاء الله بنتمنى أنه يبقى بكرة عندنا أخبار إيجابية وتعدي الأيام كلها بسلام ويعدي شهر يناير كله بسلام صباح الفول